القدس مراسل العربي أحمد دروشي أحمد أهلا بك إذن تصريحات من بني جانس وأيضا من بيتسل إيل سموتريتش عن صفقة الدبادل يبدو أن خلافا إسرائيليا داخليا يجري في الأروقة ما هو المشهد في الزقة السياسية في إسرائيل بخصوص صفقة التبادل أحمد صحيح محمد ولو أن هذا الخلاف لا يوحي بأن هناك اتفاقا أو أن إسرائيل توشك على التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة ولا يبدو أن بيتسل إيل سموتريتش يعرف أو مطلع على التفاصيل التي تم التوصل إليها بين الوفدين المصري والإسرائيلي وتبدو معارضته معارضة عامة وكذلك معارضة وزير الأمن القومي لإسرائيلي إيتمار بينكفير كذلك حتى الآن تم التوصل ليس حتى إلى خطوط عريضة بين إسرائيل وبين مصر إنما إلى الأمور التي قد يستعد لاحتلال الإسرائيلي إلى نقاشها يقول الاحتلال الإسرائيلي أنه مستعد لنقاش لانسحاب من محور نتسريم إنه مستعد لنقاش عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع بحسب تسريبات إسرائيلية ولم يعلن على أرض الواقع أنه قد يفعل ذلك وما إلى ذلك من أمور نذكر أن إسرائيل تقول على الورق أنها مستعدة أو ملتزمة بحل الدولتين ولكن على الأرض لم يحدث أي شيء منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن تبدو هذه النقاشات موجهة للقواعد كل شخص يخاطب قاعدته التصويتية من أجل حصد مكاسب سياسية خلال الفترة المقبلة من جهة بيتسلين سموتريتش الذي يهوي في استطلاعات الرأي بشكل كبير جدا يعتقد أنه بأن يبدو أكثر تشددا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو سيحاول استعادة بعض من قاعدتها التصويتية التي انفضت عنه وكذلك الأمر بالنسبة لبني جانس الذي يجد نفسه في حكومة يمينية لا تعطيه الوزن الذي كان يتوقع الحصول عليه مع انضمامه إلى هذه الحكومة وهناك شبه إجماع عند المعارضة الإسرائيلية أن تأثير بني جانس يتراجع في هذه الحكومة لم تصل بعد إسرائيل إلى نقطة القرار وبالتالي إلى نقطة التصويت أو إلى نقطة الانشقاق في الحكومة الإسرائيلية الذي هناك إجماع على ترقب رد حركة حماس أولا ومن ثم سيكون هناك ترقب لاستمرار المفاوضات وبعد ذلك للموقف الإسرائيلي النهائي من المبكر حاليا الحديث عن احتمال انفراط عقد الحكومة الإسرائيلية أو الاحتمال التوصل إلى اتفاق لأن طريق المفاوضات تبدو طويلة حتى الآن بالأمس أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتالياهو اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي جو بايدن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية تحديدا موقع والا الإسرائيلي فإن هذه المحارثة توصفت بأنها بناءة ونحو 75% منها كان لبحث صفقة تبادل على أسرع هناك ترقب إسرائيل أيضا لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مساء الغد إلى إسرائيل وكذلك لمباحثات سيجريها وفد إسرائيلي في العاصمة المصرية القاهرة من غير الواضح متى سيغادر هذا الوفد إلى العاصمة المصرية لكن التقديرات بأن مغادرته ستكون بعد استلام رد حركة حماس من غير الواضح أيضا من سيترأس هذا الوفد في إسرائيل وطبعا هناك النقاش المركزي ما هي الصلاحيات هذا الوفد الذي سيغادر إلى القاهرة علما بأن الانتقادات التي وجهت إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية تحديدا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه يرسل الوفد إثر الوفد سواء إلى القاهرة أو إلى الدوحة أو إلى غيرها من المدن التي شهدت اجتماعات لصفقة تبادل الأسرة لكن صلاحيات هذا الوفد الإسرائيلي تكون صغيرة بالتالي تشارك إسرائيل في النقاشات من ناحية صوارية لكن على أرض الواقع ونظرا لغياب أي صلاحيات جدية للوفد الإسرائيلي فإن إسرائيل لا تشارك في هذه المفاوضات ولا يطرأ عليها أي تقدم محمد شكرا جزيلا لك مراسل العربي أحمد دروشي كنت معنا من القدس